لقد كان لكم في رسول الله إسعة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان السيد المندوب الإقليم للشؤون الإسلامية السيد المشرف على هذا المنتدى الافتراضي السادة الباحثون الألباء القائمون على هذا المنتدى السامق السادة الحاضرون الافتراضيون المستمعون النجباء من أعضاء المجلس العلمي والمرشدين والمرشدات والواعذين والواعظات والأيمة والخطباء وعموم الضيوف الأجلاء الذين يأمون هذا الموقع من مختلف الحيثيات السادة المحاضرون شيوخ العلم والمعرفة أساتذة الكرام والدكاترة والباحثون كل باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَا لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَرُهُ بهذا البيت الشعري أتمثل هذا المنتدى الذي أصبح في هذه الظرفية الوجيزة مدرسة لفنون شتى نقدر أن نقول إنه كالمستطرف من كل فن مستضرف فهو ترجمان لرؤى هؤلاء الشيوخ والعلماء والباحثين الذين يحتفون بفنائه يعبرون من خلاله عن كفاءتهم وخبرتهم في مجالات معرفية متنوعة يطلون بها عن محيطهم ونحن اليوم مع الشعائر الإسلامية وفقه الواقع الشعائر الإسلامية وفقه الواقع لا بد وأنا أشرف بين أيديكم في هذا المنتدى الأغر وفي مجلسه الأبر أن أسجي تحياتي من قلب مفعم بحب شيوخ المعرفة المحاضرين في هذا الموضوع الذي يهدف إلى تعبئة الناس وراء الإمامة العظمى في المملكة الشريفة لمحاصرة جائحة كورونا كوفيد-19 التي تتفشى وتنتشر بفضاعة فليس هناك من يملك الزاد الكافية والخبرة الوافية للقيام بهذا العمل مثل العلماء النجباء والباحثين النبهاء إنهم أقدروا من غيرهم على التأثير وتجديد اليقظة خاصة عند الشدائد والمدلهمات والكوارث والأزمات فلا أخفي إعجابي الكبير وإعجاب كل من اطلع على البرنامج المنشور لشهر صفر صفر الخير بانتقاء محاور الموضوع وفي مقدمتها رسالة العلماء بين الشرع والواقع عنوان محاضرة الافتتاح لصديقنا الكبير والأستاذ المقتدر سيد الخضربو علي حافظه الله فالشعائر هي المعالم والأعمال البارزة والآثار الدالة المرشدة إلى السعي لتحقيق إقامة الإنسان في هذا الكون مقاما يؤدي فيه رسالته كما يؤدي الكون كله من حوله رسالته ولذلك فمن الخطأ فصلها عن واقعها من الخطأ فصل هذه الشعائر عن واقعها فالأمة اليوم مدعوة بما هو عليه واقعها إلى استئناف السير ورائدها علماؤها وشيوخها وصلحاؤها وباخثوها الذين سلاحهم العلم والمعرفة والبحث والمقارنة وقبل ذلك الإخلاص والصلاح لتتموقع موقعها الذي جعله لها خالقها فالموضوع المنتقى بدقة له جانبان متلازمان يستحيل فصل أحدهم على الآخر فتناول الشعائر التي وضعت معالم في طريق الاستقامة والخلاص والنجاح دنيا وأخرى دون دراسة كيفية تنزيلها وتطبيقها والعمل بمقتضاها في واقع الناس مجازفة ومخاطرة وسباحة ضد الطيار ولكن الشعائر عندما تفهم مرتبطة بواقع الناس تؤدي وظيفتها وتصل بالفرد وبالأمة إلى الغاية وتحقق الهدف فهكذا يرى من الشأن عندنا هذا الدين فالدين لا يسبح بك في المثاليات وإنما يطوف بك في الواقع لتنطلق في البناء والشهيد وتحقق معنى الاستخلاف في الأرض وإننا ننوه بهذا التأذر العلمي والتثاقف الفكري خاصة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي ينبغي أن تحظى بعناية الجميع وأن تتعدد الآياد الرقيقة الآخذة به فالعمل من هذا الحجم لن يتأتى إلا بحضور روح التعاون والتضامن وهذا ليس بغريب عن علمائنا الأبرار وأساتذتنا وباحثين الأخيار الذين عودون حمل المشاعل لتنوير أفق هذه المنطقة من ربوع المملكة العزيزة فهنيئاً هذه الجهود التي ولا شك ستصبح بحول الله وقوته مجمعاً علمياً وثقافياً لامعة يفيض كل ألوان البهجة على النفوس ويؤكد النواية الطيبة لللحاق بركب من أسسوا وبنوا في كل أجزاء ربوع الأمة والمجلس العلمي بالنظور أيها السادة أيها السيدات وهو يقوم بهذا الواجب في هذا الظرف الطارئ بهذا الأسلوب الذي اختاره هو فاعل من الأدوات الفاعلة من العلماء والباحثين وأهل الشأن هو فاعل بذلك بالتوجيهات السامية الآمرة من رئيس المجلس العلم الأعلى أمير المؤمنين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره وحفظه قرير العين بسمو ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وبشعبه الوفي وبسائر أفراد أسرته الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر